محمد باهي منذ اللحظات والذي تشهد كمان مفاجآتها كتيرة جدا مستر لسارتي اختار عشرين لعب العشرين لعب مكونين من محمد شناوي علي لطفي وأحمد طارق سليمان في حراسة المرمة خط الدفاع محمد دهاني ياسر إبراهيم أيمن أشرف رامي ربيعة بيعود للانضمام لقيمة النادي الأهلي وعلي معلول وإحدى المفاجآت المهمة جدا انضمام أحمد فتحي لقيمة النادي الأهلي بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة في العضلة الأمامية في خط الوسط هشام محمد كريم ندفد رمضان صبحي حسين الشحات وناصر ماهر وحمدي فتحي في خط الهجوم مروان محسن وعودة وليد أزارو للانضمام لقيمة النادي الأهلي أيضا بعد الغياب لفترة كبيرة بسبب الإصابة بمزقف العضلة الضم وليد أزارو بيقدي التدريبات بشكل جيد وبالتالي متواجد في قيمة النادي الأهلي كمان صلاح محسن وجيرالدو وكمان رغم الإصابة وزي ما كنا متواصلين معاكم بالنسبة لجونيور أجاية جونيور أجاية متواجد في قيمة النادي الأهلي لمباراة الغد ده يعكس إن الإصابة مش إصابة قوية وإنه هو جاهز طبعا طبقا لرؤية دكتور خالد محمود بالتنسيك مع الجهاز الفني إن أجاية ممكن الاستعانة به في مباراة الغد يبدو أن الإصابة الحمد لله مش كبيرة بالنسبة لجونيور أجاية أحد اللاعبين المهمين جدا بالنسبة لنادي الأهلي إذن قيمة مهمة جدا وبتشهد العديد من المفاجآت رامي ربيع أحمد فتحي وليد أزار وكمان مواصلة جونيور أجاية للإنضامام في القيمة طيب أستاذ محمد تبتدي من قيمة النادي الأهلي تعليقك على القيمة هل هي طبعا دخول محمد الشناوي من جديد ومعاتها دعيم علي اللطف ووحمد طريق سليمان تمام في حراسة المرمى مطمئنة لحد كبير سواء ذهب شريف إكرامي حل محله محمد الشناوي فطبعا خبرات كبيرة كويس فدي في حراسة المرمى مطمئنة أنا بس ليه ملحوظة على خط الدهر يمكن ما فيش غير السردباكين بس هو ياسر إبراهيم ورامي ربيعة طبعا بنقول الحمد لله على السلامة طبعا وبنتملان له التوفيق مع وجود طبعا أيمن أشرف أيمن أشرف طبعا كجوكر في الدفاع سواء بيلعب سردباك أو بيلعب باكليفت فدي يعني إلى حد هو كده خلاص بكرة على اللي حيكون أساسي ياسر إبراهيم وآيمن أشرف آه بالزبط مع وجود برضا مع عودة أحمد فتحي طبعا عودة مهمة جدا يعني معنى كده أن أنت برضو أمنت الدفاع بأكتر من ورقة يعني أحمد فتحي أحيانا بنستعين به في مركز المساك وفي نفس الوقت وظهر إبراهيمان وإبراهيمان كمان فوس الملعب آه بالزبط كده يعني ده يعتبر من أحد الجواكر الرئيسية في النادي الآن طبعا قوامل أساسي بقى في الدفندر موجود موجود شام محمد موجود كريم في ممكن طبعا مع غياب كده وحمدي فتحي وحمد فتحي بالزبط طبعا شفنا كلنا مشاركة حمد فتحي كانت فعالة في بداية انطلاقات مشاركته مع النادي الآله مع ارتدائل الزيل الأحمر فأعتقد أنه مهم جدا وفعال بشكل كبير طبعا غياب عمر السلية أعتقد أن وجود شام محمد وحمد فتحي ومعهم كريم طبعا كريم برضو بيلعب في أكتر من مكان يمكن القايمة بتتميز بأن وجود أكتر من لعب في أكتر من مركز ودي السياسة اللي تبع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة ودي حاجة بتدعو للتفاقل أكتر أنك تلاقي الأعيب أكتر بيلعب في أكتر من مركز يعني طبعا صناعي الألعاب طبعا لا خلاف عليهم يعني بالنسبة لسنة الشحيات رمضان صفحي وعودة أوزاره طبعا بتدفي لقطة الهجوم قوة وسرعة كمان لأن وليد أوزاره بتمايز بالسرعة وسرعة الارتداد وسرعة الهجوم فبينقلك من خط الوسط الهجوم بشكل سريع ومع صلاح محسن يمكن صلاح محسن فيه يعني إلى حد كبير بالنسبة لأداءه المهاري والفني بيشبه إلى حد كبير أزاره ولكن ده برضو ليه طريقة لعب التهديفية وده طريقة لعب التهديفية ممكن صلاح محسن بتمايز برضو بالتهديف من أنصف الفرص يعني أعتقد أن هذه القائمة قادرة بشكل كبير تعود أزاره كمان مهمة أوي طبعاً هو جيد أجاية كمان هو كمان أجاية بيوصل إلى القائمة من أول مشاركة ليه طبعاً نتذكر من أول مشاركة ليه لحتى آخر مشاركة ليه نادي لأني ما شاء الله بيحصل تلت نقاط فدي مهمة جداً جداً جرالدو بقى كورقة ربحة ورقة تغيير ورقة تغيير ربحة مهمة جداً جداً ورقة دونه يبتدي المبراه جداً لو ابتدى المبراه يبقى هنا بيعكس فكر المدرب الهجومي اللي هو اللي بيخلص على المبراه بسرعة لو وجود جرالدو بسرعته الفائقة لعب مميزة جداً جداً وبلعب برقليل الاتنين أو طبعاً كان لعيب أشرب بلعب ناحية الرايد وبيخش على جوه أو بيجري في ناحية الرايد بسرعة بيسبق للمدافعين فبيصنع أكتر من فرصة سواء بيهدف أو بيصنع أكتر من فرصة يعني نتمنى طبعاً قائمة النادي الأهلي كل أو النادي الأهلي بشكل عام كل توفيق في المباراة كمان مباراة مهمة جداً مباراة بيتروجيت بقى أنا عشان كده عايزة أسألك بقى على هذه المباراة كيف ترى مباراة بيتروجيت ومدى صعوبتها بالنسبة للنادي الأهلي في مرحلة زي احنا عارفين مرحلة صعبة ومهمة جداً من خلال مباراة في مختلف البطولات وكلها مباراة حسيمة بص هو أنت لما تجد تقعب فريق بيعاني من صراع الهبوط بيبقى مباراة حساسة جداً جداً للغاية وخصوصاً لما يكون متروجيت هو بيلعب في الثلاثة المراكز الأخيرة يعني عيلعب الأهلي بتحفظ ومحمد عوضة دايماً كمدير فني معروف عنه أن بيلعب بيقرأ الخسم الأول بيلعب بشكل تحفظي دفيعي شوي فأعتقد أن بيترجيت مش هيغامر في وجود الناد الأهلي وده اللي واضح من قرية الجهاز الفني الناد الأهلي لطريقة لعب بيترجيت ولذلك اختار أكتر من عنصر هجومي يعني أنت لو بصيت لكل أوراق الناد الأهلي هتلاقي أوراق هجومية بالضبط مع رغبة القضاء على المباراة من بدايتها ومعرفة الخسم بيلعب هيلعب إزاي فبيترجيت أولاً عنده عناصر حريفة يعني حريفة كرة بيلعبوا عنده لعبة كويسين عنده لعبة كويسين وفي نفس الوقت المباراة مش هتكون سهلة 90 دقيقة لأمبارات اكتكية أنا شايف أنها مبارات اكتكية ما بين رغبة الأهلي الرغبة الأهلي اللي قلص على المباراة بدري وما بين رغبة بيترجيت أني أخر فوز أو تقدم الأهلي تحسباً لسيناريو معين حطه كابتاً محمد عودا الزب الزب انتمنت إن شاء الله بإذن الله للأمور جرتسير بشكل جيد بالنسبة لنادي الأهلي في هذه المباراة وخصوصاً أنها مباراة مهمة جداً في مشوار النادي الأهلي في بطولة الدوري لكن ده فيما يخص مباراة الأهلي وبيترجيت لكن الفترة اللي فاتت كلها عايز أخذ تقييم حضرتك للنادي الأهلي قدر أنه يفوز 8 مباراة متتالية في بطولة الدوري بيقرب بهم للصدارة فارق أربع نقاط بس مع المتصدر النادي الزمالي وكمان الجانب الأفريكي نحن متصدرين المجموعة ده هنتكلم عليه بس ننكلم عن الدوري الأول وتقييمك للنادي الأهلي خلال المرحلة الكبيرة الماضية بس هو الأهلي طبعاً حط في دماغه أنه هو لازم يحصد النقاط طلوة الأخرى كويس في ناحية معنوية وناحية فنية الناحية الفنية هو قدر أنه هو يوصل بعدد النقاط المرجوة والمستهدفة كويس لأنه عارف كويس قوي أن المنافس لما النادي الأهلي بالذات مش أي نادي تاني لما النادي الأهلي يدب كده برجله كده خلف الكمة يقبع عارف كويس قوي أنه ده حرب أعصاب حرب أعصاب آه حرب نفسية حرب نفسية إذن الأهلي بيلعب على واترتين في خطين متوازين خط الأول اللي هو الخط الفني وده قدر أن ربنا كرمه أن يقدر ياخد 24 نقطة متتالية لما يحقق التارجد ده في معدل 8 مباريات ده هو عارف كويس قوي حتى المنافس لو بيكسب بس لو الأهل بدأ التماني مباريات دي رحلة التماني مباريات مباراة طلو الأخرى طلو الأخرى يعني تحت حد التماني مباريات لما يوصل للمباراة الرابعة ويوصل بقى يبدأ يعد أربعة خمسة ستة عشان يوصل لثمانية عارف كويس قوي أن المنافس بيهتز كويس بيصدر له بيصدر له بيصدر له القلق وده التاريخ اللي بيقول كده مش المواليد الصدفة فبالتالي يعني يمكن حظ النادي القلق كويس قوي لأنه ساعة لده ما جاتش بقى لك أنا بسعى لأن أنا أحصد النقاط وفي نفس الوقت عارف كويس قوي المنافس بتاعي ممكن يجراله إيه لما أقرب منه طبعا مباراته مهمة جدا 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 أنا يعني لما وصل للطوب الناس بيقولك إيه الوصول للقمة صعب والأصعب منه أنت تحافظ عليه أنا لسه موصلتش للقمة بس المهمة أوصل دي صعوبة صعوبة ده الهدف الأول ده الهدف هيتحقق لو تحقق الهدف ده هيساعدني أن أنا حقق المرحلة الأصعب وخصوصا أنه مش المنافس منافس تقليد ومنافس قوي طبعا الزبايك ما كبير لا وبيعدي موسم أكثر من رائع يعني مش أي منافس تاني أنا أهم حاجة عندي أنه كان صاحب المركز التاني أنه نأتجاوزه دي بتديني أسبقية أو أريحية لمدة لدرجة 50% اللي هو بيرميجز يعني هتا دلوقتي المتساوي معه في النقاط لكن هم اللعبين زيادة عنك ثلاث مباريات لو أنت كسبتهم حيب أفرق تسعة نقاط بسيطة أعتقد أنه مبارئ من نفسها خالص خالص أعتقد وهو ده المستهدف ويعني لو نادي تاني أقولك ممكن يبقى كتف بكتف لكن لأنا كنادي حققت التارجد بتاعتما مباريات وقدامي كمان ثلاث مباريات أنه أنا أخد أي بناطن عشان عدي المركز التاني لأ دي دي هتكون إن شاء الله مفروغ منها يعني أنا بتكلم بشكل واقع ومنطقي فبالتالي الأهل لما يجي يوصل بقى لقمة ودايما عودنا النادي الأهل أنه لما يمسك في القمة خلص ما بينزلش منها المهم إنه هو يوصل وده التارجد اللي هو أو المستهدف أو الهدف اللي هو هيحققه في فترة اللي جاية ده اللي حصل يعني من خلال الفترة اللي فاتت وطبعا نادي الأهل قدر أنه هو يوصل لمرحلة جيدة جدا في بطولة الدوري بالتالي عشان كده عايز أسألك على بطولة الدوري بتحديد رأيك فيها إيه من الناحية الفنية وأيضا شكل المنافسة سواء في القمة أو في القعة هل المنافسة في القمة من حصرة ما بين الأهل والزمالك ولا ينضم لهم بيراميدز وأيضا نفس تلقاه نعرفين حوالي 9 أنديا تقريبا بنفسها على البقاء في بطولة الدوري بص هو الدوري السنة دي يختلف عن أي سنة في حاجة تمام آآ في أنديا في الثلاثة واربعة مصر من اللي فادت كانت بتتشبس بالمركز أ sixا في المربع الزهبي زي سموحة المصري المقاصة يعني الإسماعيلي إسماعيلي طبعا الطب الأندى دي فين؟ Heat دي خرجت من المربع فبالتالي فيه ناس كتير يقول لك لا الدوري قوي دوري قوي جدا قوي سيقال لك المصري رجع للمربع زهري المصري مركز الرابع زهري المخصة كمان بينافس الإسماعيلي كمان لي 3-4 مباريات مؤجلين لو كيسيبهم ممكن ينضم شوية للكمة ده اللي بنأمله ده اللي بنأمله أن عودة التيور المهاجرة دي اللي هاجرت وراحت لقاع الجدول كنا بتمناله فعلا أن الناس دي ترجع تاني للمربع زهري عشان تزيد المنافسة تزيد المنافسة على القمة أي أن كان بقى سواء الأهلي بقى رمز الزمالك المهم أن الناس دي ما يبقوش ديوف شرف وديوك بتاكل بعضها في المؤخرة لأ عودة المصري مهمة جدا لقوة الدوري عودة المقصة عودة سواء التحس كندر الأندية الجمائرية دي فبالتالي بيطفوا على الدوري قوة أنا شايف أن الدوري كان ضعيف جدا من نوجة نظر الشخصية في الدور الأول في الدور الأول كان تحت المتوسط ليه؟ ليه؟ معنى البعض شايف أن الدوري كان مسير شوية فيه برات قوية من ناحية الفنينة لا 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 بس طول ما الأهلي كان تحت وكان زهنه وابعيد حتى وابعيد عن الدوري أولا من أكتر من ناحية ناحية المتابعة الجمهرية أولا ما كانش فيه متابعة جمهرية ما كانش فيه اهتمام جماهير للدوري طول ما الأهلي بلعبش طول ما ما فيش تركيز مع الدوري دي حاج هل ما لعبش متشاط كتير إذن هنا ما فيش إصارة كانت أحد بيلعب امبي بيلعب المقصة الدخلية بيلعب بيتروجيت بيتروجيت بمشاب بيلعب نجوم المستقبل ما كانش أولا ما كانش فيه المتابعة الجيدة ما كانش فيه الإصارة القوية تمام فبالتالي كان الدور الأول كان ماشي بشكل ضعيف ليه؟ لأن كمان المنافسة كانت أحدية لما يكون منافسة أحدية بتفقد برضو رونقة وبتفقد قوتها وبتفقد إصارتها تمام لما يكون الزمالك ماشي فوادي خالص لوحده ويكون الدوري كل فوادي تاني لا ما يبقاش فيه متابعة ما فيهش قوة ما فيهش حد هيبقى أصطدم بحد بنفس القوة زي لعبة الرست كده القوية أو لعبة المصرعين كده البرامدز أضاف للدوري بعض من الإصارة في الدور الأول لأنه كان بيحاول أنه هو ينافس في الدور ولما طبعا هو ارتكب أكتر من من خطأ كروي خطأ فني تغيير مدربين أولا تغيير مدربين واستغنى عن أتنين من أفضل لعيبة بتاعته كانت في بداية الموسم كانوا هدفين اللعبة الأجانب فما فاضلش غير لعيب واحد بس هو كينو وهو طبعا كينو ستفلت في الوقت ما ضموا عناصر قوية برضو يعني عمر خيربين ده لعيب جامد أبو جدا طبعا عبدالله السعيد وأكتر من لاعب عبدالله في السفقات بس انت ضمتهم إمتى يعني أنا أعتقد يعني في الوقت الضايع في الوقت اللي هو اللي كان يأمل إنه هو يجيب السفقات دي فيحصد اللي قطله الأخرى فيبقى أول يعني بالتالي ده اللي بقى عد بيرامدز يعني نفسه شوي يعني نفسه خلاصة أصبحت من بين أهلي وزمالك من وجهة نظر آه من وجهة نظر وهي المنافسة المعتادة المعتادة بتاعت كل سنة طبعا هيخش بقى بيرامدز هيخش غيره هيبقى يبقى أهلي وزمالك أهلي هيبقى عد مركز التالت يعني النفسة اللي جاية هتكون ما بين بيرامدز ومسلا ممكن اسمعيلي وهل الراجل خلاص يعني استكشف كل الأمور اللي بتخص اللاعبين والفريق خلال المرحلة القصيرة اللي فاتت من بقالوه الشهرين تقريبا بالضبط مع نادي الأهلي بص مستر لصارتي أوراقه أو هدفه اتكشف بس بعد فترة يعني ودي طبعا شيء يحتقرم جدا لأنه أفعل على نفسه في البداية من أول ما جاء عارف نقطة أو حاجة الأهلي إيه أو حاجة الفريق إيه أولا فواضح جدا ولعب على الولاطرة الصعب اللي هو إيه أصعب حاجة أنك أنت تلعب على مهارات لعبتك وأصعب حاجة أنك تلعب على إمكانيات وقدرات لعبتك هو الراجل ده أصلا فكره فكره هجومي طبعا يتناسب مع طموحات النادي الأهلي وإمكانات وقدرات ومكانة النادي الأهلي لما أنا ألعب على القدرات الهجومية وأنا ما عنديش الأوراق اللي تساعدني على الكلام ده واصطدم بمضوع الإصابات وخصوصا الأوراق اللي هي في التلت الأخير اللي بتترجم مجهود الفريق الأهداف فدي طبعا دي تعجز أي مدرب حتى لو كان صاحب فكرة هو قدر يعالج الموضوع ده إزاي قدر يستغل أوراق لعبته الفردية لصالح الفريق المهارية يعني قدر يخرج من كل لعب مهار بدليل إن عمر السلية بيروح للجون دلوقتي بيحرز أهداف بالضبط بيحرز أهداف يعني بيروح للجون وكريم ندفد وكريم ندفد اللي ما كانش حتى بيوصل الكرة للـ 18 فإذا هنا طور من أداء لعبته وقدر ياخد لعبته إلى بر التهديف فده شيء مهم جدا جدا إذا هنا الراجل ده مش وليد الصدفة إذا الراجل ده كان بيفكر ويقرر قبل ما يقرر يفكر وفكر تبقى لمعطيات الفريق ومعطيات لعبته وقدرات الفريق واللي قدر يوصل به يعني أنا معتقاد الشخصي لو أي مدرب في العالم تاني معرفش يتفهم ظروف الناد الأهلي وظروف الإصابات دي كان وقع كانت الفترة دي حتبا صعبة عليها جدا جدا وكان خد الفريق أرواد إحنا هو تصرف بالذكاء جدا في فترة صعبة زي دي في الحقيقة بسبب الإصابات وغيابات الناس كتير جدا كمان مش الإصابات بس أنت عندك ضغط وإنت أو مرة في التاريخ نادي يلعب كل يومين تلاتة ماتش أكيد لفترة كبيرة تلعب كل يومين تلاتة ماتش كبيرةabad داي مهارات برضه طبعا وطلقت مهارات الجهاز الفني بقدامت لصارتي مهارات الفكرية الفنية يعني طلقت هذه 2 مهارات أنا عجبني التصريح عن معارات الإدارية ده تعبير جديد يعني واضح جدا大家好 من الملكة يعني ت pongادي التفكير الصحيح في الوقت الصحيح بالormen المناسبين من ببعب نادي الأهلي في مرحلة زيدة قدر يعنتفذ في الوقت المناسب ويقدر يجيب اللعيبة اللي تتناسب مع قدرات لصارتي فدي طبعا يعني فكر يحسده عليه يعني يحسد عليه النادي الأهلي طيب بمناسبة الأهلي والدوري المصري بشكل عام النهاردة كان فيه مباريات قوية جدا في الدوري المصري كان مباراة المصري البورسعيدي مع طلع الجيش انتهت بفوز المصري بنتيجة واحد سفر كانت نهاب جلال في الحقيقة عامل شغل جامد جدا المباراة الثانية كانت ما بين الانتاج والمقصة وانتهت بفوز المقصة بنتيجة ثلاثة واحد الانتاج ابتداية تراجع نسبيا في آخر كم مباراة كده فبالتالي أعتقد ده كانت مباراة قوية ونتيج مهمة أكيد وحتفرق في ترتيب جدول البطولة أعتقد أكيد بص أنت لسه بتقول تراجع الانتاج الحرب فعلا عارف ليه؟ ليه؟ أولا يعني من صفات كابت المختار مختار مضرب كبير في الحقيقة كبت المختار كل الفرق اللي ممسكها بيبدأ من من القمة قمة الزهنية والقمة البدنية مختار مختار معروف عنه من ساعة ما ممسك بترجيت مثلا من عشر سنين كان معروف عنه أن قاسي جدا في الناحية البدنية بيعمل من أفضل الناس اللي بتعمل فترات إعداد فتلاقي اللعب من هنا بسماع دايما هو فترات الإعداد عنده تبقى صعب عنده عالية جدا القمة البدنية دي لما تكون عالية جدا في بداية الموسم لابد أن ينزل منحناها أثناء الموسم إمتى بقى على ظروف الفرقة وظروف اللعيبة ممكن بقى تكون في نص الدور الأول نهاية الدور الأول بداية الدور الثاني ولأن أنت دخلت دلوقتي في ضغط المباراة دغط المباراة هنا بيكشف عملية الاستعداد البدني والزهن من بداية البوسم فهنا عشان كده الإنتاج محتاج أنت عارف الإنتاج ده لو مثلا قال لك إيه الدوري متوقف لمنطق عشر تيام هيجي بقى أنا على مسؤوليتها هيجي بعد العشر تيام من أكثر الأندية في الملعب ويحصد نقاط الإنتاج مش لاحق مش لاحق أو في الحقيقة في حاجات غريبة جدا في الدوري السنة يعني مثلا بيراميدز بعد مباراةه الأخيرة أمام الجنة أعتقد أو لعب بعديها مباراة وكسب أمام أولين العرب 1-0 عنده شهر ونص تقريبا راحة مش هيلعب كورة خالص مش هيلعب مطشط خالص ودي حاجات من الترائف الغريبة طبعا في بطولة الدورة لكن يعني خلينا نقول السنة دي سنة استثنائية عايز أروح مع حضرتك لملف الأفريكي الخاص بالنادي الأهلي وكده كده عايزين نتكلم فيه سريعا لأن عايز أسألك عن بعض العناصر في فريق النادي الأهلي شايف مسيرة النادي الأهلي الأفريكية حتى الآن إزاي بص طبعا كل أهلي قبل مبارات سيمبل تانية خلاص الأهلي يمكن لحقق رقم كياسي طبعا ما فيش فريق في بطولات أفريقيا تخطى 13-14 بونت فبالتالي هو بس مجرد ما يشامل 10 بونت يبقى قريب وبيبقى الأقرب للصعود للسيميفاين ابن أدلي الأهلي لما حصلت 7 بونت وواجه فريق سيمبا هنا وكسب بخمسة الكل أعتقد أنه هيروح يكسب هناك مثلا واحد اتنين ويبقى عشرة بونت خلاص وصل بنسبة 95% اللي أجل مش هقول بقى اللي صعب اللي أجل وصول النادي الأهلي هو الخسارته من سيمبا أعتقد أنه هو النادي الأهلي في فوزق الأمبرال اللي جاية هيكون قريب جدا جدا قبقى وصينة وقادنا وحط رجله فيه سيمباين القريب قوي قوي أعتقد أنه هو الربع النهائي السوري فبالتالي هيبقى قريب جدا من جمهوريا حيبا صعب بشكل رسمي خلاص لأنه مباراة وحدة لكل الفرق في المجموعة لكن فرص النادي الأهلي كبيرة إن شاء الله كبيرة جدا كبيرة جدا طيب بالتحديد عايزة أسأل حضرتك عن اتنين لعيبة في النادي الأهلي وأنا السؤال ده كنت سألته لكابتن محمد يوسف مبارح كان معايا في مداخلة وكلمته عن حسين الشحات ورمضان صبحي وقلت له تقييمكم إيه كجهاز فني ليهم وخصوصا أنهما بيتعرضوا لضغط كبير جدا من الإعلام بشكل كبير ومن الجماهير المصرية فيه طبعا جمهور النادي أهلي بيساندهم بشكل كبير لأنهما محتاجين المستاندة أنهما نشوفهم إن شاء الله بمستوى وهم أيضا بيقدوا مستوىات جيدة لكن انت رأيك إيه هل شايفين فيه استعجال شوية من الناس على اتنين نجوم كبار زي دي حسين الشحات ورمضان صبحي بص هو طبعا حسين ما شاء الله عليه لا غبار عليه وإحنا أنا بشكل خاص أنا كنت متابعه من أيام ما كان قبل بروح حتى الشارع الدخان تمام يمكن كان في مدية نصر وبعد كده راح الشارع الدخان أنا شفته في الشارع الدخان بص عالمي في الشارع الدخان أفضل سنين حياته اللي لعبها ولما راح المقصة أبدع إذن هنا اللاعب عنده أساسيات لعب كويس طبعا لا غبار عليه ولا يختلف إسنان ولا يختلف إسنان على مهارات وإمكانات حسين الشحات دي ناحية ناحية تانية رمضان صبحي رمضان صبحي مش ابن الأهل مش ابننا مش لست عارفينه مبارح بالضبط كده ولكن يؤخذ يؤخذ على إن حسين الشحات من أغلى اللعبة وأغلى الصفقات يعني الناس كمها مستنى منه سوبرمان بالضبط يعني جاي يخفز على كل شوية يروح يجيب جن ويرجع الفرقة تانية تسلتها فبالضبط وده أنا برضه يعني بحسد وبحي مستر لصارتي على إنه هو مش بيستخدم إمكانيات لعبته وبيستخدم مهارات لعبته وعنده بدل حسين الشحات عنده اتنين وبدل رمضان عنده اتنين وهكذا بيستغل واخدين الفرصة بتحس بتحس إن من الأسماع كلها كلها لعبة أساسية بتحس إنه هم أي واحد رمضان وحسين أنت متوقع مزيد من تقلق إن شاء الله اللي هم في الفترة الجاية إصرار رمضان صبح وبيعمل تاكلينج بالضبط رمضان مش واخد زمان على أن ينزل ويعمل تاكلينج والاتحامات قوية وتبص تلاقيه بيجرب يجيب الكرة ولا عنده الرغبة عنده الرغبة والإصرار حسين يعني إيه عنده مراته ولسه ولسه هتتفجر أكتر في المبارات اللي جاية وأنا بقولك الاتنين دول هم مساهمين جدا في إنصارات النهد الأهل في الوقت اللي جاية طيب فرصة وحضرتك معي أيضا عارف أن أنت متخصص شوية في دوري الدرجة والعايزين نعرف نتطامن عن نفسها إزاي سريعا وأقرب الفرق للصعود بص من طبعا مجموعة الصعيد بالذات دائما معودانا اللي بيمشي أول خصويا في الدور التاني بيمشي وبيوصل للنهاية أسوان النهاردة فارق 9 بونت عن بانسويف أقرب المنافسين دي أسوان ثم بانسويف أيها اتبعه بقى بعد كده الإعلامين عام الفرق كويسة أقرب أسوان تعرض لهزيمة مفجأة في آخر المبارات قدام أضعف تحرير أسوان وخلي بالك ده التحرير أسوان كمان متعدل مع الدور الأول يعني الفريق الواحد اللي ياخد منه أربع بونت لكنه قريب لازيمة يعني قريب عنده إمكانيات وعنده قدرات وعنده خبرات خبرات سواء جهاز فني رغم أن مجد عبد العاطي سنأولى به يعني أول مرة يبقى مدير فني في الدوري في أي دوريات وطبعا نحن سنأولى به نسومينه به عشان ممتاز به وعنده جهاز معاون كويس وعنده الععيبة كويسة الغريبة في المجموعتين التانية والتالتة المجموعة التانية خمسة بيتنفسوا على نايل بطاقة التأهل تقدموا طبعا الترسانة فريق بونت عن فسي مصر ثم سيراميكا القناة كوكول دائما بمنحظ الأندية الكبيرة التاريخية طبعا يعني كل ترسانة يعني عنده مرابعهم جدا جدا قدام سيراميكا يوم الخميس وفسي عنده في القناة إذن أصحاب المربع الزهبي لمجموعة التانية هل تقو سويا يوم الخميس مجموعة التالتة تخيل لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية وأول مرة في تاريخ الممتاز بأنه يتنافس ثمان أندية ثمان أندية على بطاقة التأهل طبعا وكلها يعني ابتداء من طنطة بلدة المحلة غز المحلة المنصورة أبويل الأسميدة الأولمبي يعني كل الأندية دي بيتنافسه تخيل وفرق إيه بونت 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 من الأول لحد الثامن فمجموعة صعبة جدا جدا ونتمنى طبعا أن اللي يصعد يصعد عن جدارة عن جدارة وخصوصا أن أنا أقول لك من دي الوقت المجموعة التانية والمجموعة التالتة لن تحسن إلا في مع صفارة الحكم في المبراءة الأخيرة أكيد نتمنى كل التوفيق لكل الأندية الكبيرة في دورة الدرجة الأولى وأنهم يسروا الدوري الممتاز بمستويات رائعة إن شاء الله في حل صعودهم خلال الموسم القادم أستاذ محمد باهي النقد الرياضي بالأهرام أنا أشكرك شكرا جزيلا أن نستمتعت بالحوار معاك ونورتنا وشرفتنا شكرا جزيلا سريعا قبل مختم مع حضراتكم خلينا أقول لكم قائمة فريق النادي الأهلي أعيدها عليكم مرة تانية الخاصة بمبارات الجد في حرصة المرمى محمد الشناوي علي لطفي وأحمد طارق سليمان في خط الدفاع محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول وأحمد فتحي في الخطة الوسط هشام محمد كريم ندفد رمضان صبح حسين الشحات وناصر ماهر وحمدي فتحي وفي الهجوم كل من مروان محسن ووليد أزارو وصلاح محسن والجونيور أجايب وجيرالدو دا كوستان دي قائمة النادي الأهلي لمبارات بيتر الجد غدا إن شاء الله نتمنى كل التوفيق الهمة جدا سواء في بطول الدوري المصري أو بطول الدوري أبطال الأفريقيا كل التوفيق لنادي الأهلي بداية الممورات بغد أمامنا بيتروجيت ويواصل المشوار المحلي وأفريقي بنجاح كما هو معتاد لجمهور النادي الأهلي دي كانت حلقتنا النهاردة في كلام في الميديا تكلمنا في العديد من الأمور والعديد من الأخبار استنونا وحلقة جديدة إلى اللقاء